أهمية هذه الخطوة فعلا وشروع الجنائية الدولية في مسار محاكمة أول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور بعد إقرار لائحة الاتهام ضد الضحايا. قضية العدالة. شكر لك والتحية لضيفك الكريم والتحية للمشاهدين. دعني أقول أن قضية العدالة هي قضية مهمة للضحايا. معلومة أن الأطراف اتفقت على توقيع اتفاق جوبا في الثالث من أكتوبر العام 2020. وهذا الاتفاق يؤسس لواقع جديد والسلام المفتاح فيه بجانب استغرار الأمن. وكذلك العودة النازحين إلى قرائهم ومناطقهم. يجب أن يكون هناك تحقيق للعدالة وتحقيق للإنصاف. وبالتالي اتفقنا في بروتوكول العدالة الانتقالية على مسؤول المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية. وهذا الأمر مهم جدا حتى نرسل رسائل مهمة لكل من يفكر في المستقبل القادم في أن يرتكب جرائم بحق الضحايا والأبرياء. وكذلك هناك بعد آخر هو الشفاء النفسي والتعافي والإحساس بالإنصاف وتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا. الذين لا يذال ملايين منهم في معسكرات النزوح وبعض منهم في معسكرات اللجوء شرقي تشاتوى أفريقيا الوسطى. هذه القرارات والاتهامات التي وجهت للمتهم علي كوشيب بالتأكيد تمثل مرحلة أساسية ومهمة في إحقاق العدالة. وهي تأتي أيضا ترجمان لما تم التوافق عليه في جبا. نحن نثق في عدالة ونزاهة القضاء الدولي. وبالتالي أيضا كنا حريصين كل الحرص على أن نتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية. وأن نبحث كحكومة سودانية خيارات عديدة لإنجاز مسألة مسؤول المطلوبين للمحكمة الجنائية. وبالتأكيد جميع شهد ذيارات عديدة قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بن سودا. بحثت عدة خيارات منها إنشاء محكمة خالصة أو محكمة هاجين أو المحاكمة في لاهاي.